الإجراء الاستراتيجي الأول، القيادة والاستثمار القيادة والاستثمار أول استراتيجية من الاستراتيجيات الخمسة المفصلة في إطار عمل الرعاية في مرحلة التنشئة من المهم أن يحدث تقدم في هذا الإجراء الاستراتيجي لأنه سيخلق البيئة التمكينية للمضي قدما في الإجراءات الاستراتيجية الأخرى القيادة والاستثمار تتناول ثلاث محاول رئيسية الأول هو الحوكمة ويتناول مساءل مثل كيفية تنصيق صناع القرار على المستويات الوطنية والمهلية بينما يحاولون التطوير والتحقيق الأهداف في السياسات الوطنية الثاني هو التخطيط ويناقش كيفية ترجمة أهداف السياسات إلى النشاطات الملموسة الثالث هو التمويل ويتناول كيفية تمويل توسيع الخدمات وتخويتها وكيفية إضافة التدخلات بطريقة منصفة ومستدامة من خلال وزارات الملائمة هنا بعض الأمثلة عن إجراءات اتخذتها دول للمضي قدماً بالإجراءة الاستراتيجية الأول وضع خارطة وطنية إجراء تقييمات سريعة تحسين استراتيجيات قطاعية ومتعددة القطاعات إنشاء مجموعات عمل فنية ومتعددة القطاعات الحصول على مساهمات وزيادة الشعور بالملكية الانخراط مع مانحين أساسيين والاستفادة من آليات تمويل قائمة المناصرة من أجل الانتزامات المتعلقة بالميزانية على الصعيدين الوطني والمحلي هنا بعض إشارات التقدم مرتبطة بالإجراءة استراتيجي الأول وضع آلية تنصيق وطنية تحديد مؤيدين للرعاية في مرحلة التنشئة في قطاعات متعددة تبني أهداف سياسات متكاملة تتناول السنوات الأولى تطوير استراتيجية لتنمية الطفول المبكرة وتم تحديد تكاليفها تحديد خطة عمل مرتبطة بقطاعات عدة وتحديد كلفتها بشكل راعي لإنفاق الملاءم والفعال النفقات والإجراءات الحكومية تتسم بالإنصاف ويجري تتبوها بشكل صحيح وذلك لتحقيق مكاسب في الكفاءة